واحد نجوم الجيل الذهبي لنادي الزمالك في فترة التسعينات تميز بالروح القتالية والغيرة الشديدة على القميص الابيض وجسد دور الجوكر في ابهى صورة بالقدرة على شغل اكثر من مركز داخل المستطيل الاخضر هو النجم عصام مرعي مرعي من موليد الاول من فبراير من عام 1965 وظهرت موهبته مع المستديرة في سن صغير لينضم لمركز شباب الاميرية وهو في الثانية عشر من عمره ثم الانتقال لقطاع الناشئين بنادي المقاولون واللعب بقميص الفريق الاول لذئاب الجبل على مدار ست سنوات قبل ان يخطو الخطوة الاكبر في تاريخه بالانضمام لصفوف الزمالك واللعب بين صفوفه في الفترة ما بين عامي 91 و98 عصام مرعي احد اشهر من ارتدى القميص رقم 9 خلال فترة التسعينات كان ضمن كتيبة فريق الاحلام للفارس الابيض مع كوكبة من نجوم اللعبة في مصر حيث ساهم مرعي في تتويج البلانكو بسبعة القاب متنوعة منها خمسة القاب قارية بواقع تتويجين بدور الابطال كذلك تتويجين بالسوبر الافريقي ولقب للأفرو اسيوي بالاضافة الى لقبين بالدور الممتاز في موسمي 1991-1992-1993 واتجه مرعي لمجال التدريب عقب اعتزاله وشغل عدة مناصب فنية ابرزها في قطاع الناشئين بناد الزمالك والعمل ضمن الجهاز المعاون للفريق الاول خلال اربع مناسبات سابقة عصام مرعي كان بمثابة العملة النادرة لجميع من تناوب على تدريب الزمالك في فترة التسعينات بادواره التكتيكية المميزة وقدرته على المشاركة في اكثر من مركز مثل لاعب الوسط المدافع والظاهير الايصر كذلك لاعب الوسط الهجومي بالاضافة الى اخلاقه الحميدة التي اسكنته قلوب جماهير ميت عقبة ليكون مرعي جنديا معلوما وليس مجهولا داخل الصفوف البيضاء على مدار سنوات من العطاء والاخلاص